انطلاق معركة تحرير البيضاء بعد تحرير ما تبقى من محافظة شبوى بعملية خاطفة أعلن الجيش تحركه باتجاه البيضاء وتحريرها من الانقلابيين القوات التي حررت بيحان وعسيلان تحركت بالفعل باتجاه مناطق تابعة للبيضاء بمحاذاة محافظة شبوى تمكنت هذه القوات من تحرير مركز مديرية نعمان وصولا إلى عقبة القنذع التي تشكل موقعا مهما على طريق التواغل في المحافظة بالإضافة إلى تحرير وادي الخير المحاذي لبيحان ومناطق واسعة من مديرية ناطع هذه جبهة فتحها الجيش قبل أيام لكن جبهات أخرى أكثر أهمية تقاوم الحوثيين منذ ثلاث سنوات ولا تحظى بأي دعم من قبل الشرعية والتحالف كجبهة الزاهر آل حميقان وجبهة قيفا وجبهة القريشية مصادر من المحافظة قالت لقناة بلقيس إن طائرات الدرونز الأمريكية قتلت خلال شهر نوفمبر الماضي أربعين فردا من أبناء مقاومة قيفا بدعوى أنهم من عناصر القاعدة وقال المصدر إن أفراد المقاومة الذين قتلوا معروفون لدى جميع أهل البيضاء بعدم ارتباطهم بأي تنظيمات إرهابية كل ذلك يجري وسط إهمال كامل من قبل الحكومة الشرعية سواء على مستوى حقوق الضحايا أو على مستوى الدعم العسكري أو دعم طائرات التحالف التي لا تعرف طريقا للبيضاء في الجبال وفي كل مكان حارجين من بيوتنا ودقوا مساكننا وهجرونا والله الله رئيس الأركان كلف أمس الأربعاء العميد عبدالرب الأصبحي قائدا لمحور البيضاء خلفا للعميد مراد طريق مراقبون يقولون إن التحالف والشرعية قررات تغيير استراتيجيتهما في البيضاء فبعد أن كانت محافظة في وضع المعاقبة يبدو أنها أصبحت ضمن أولويات التحرير حسب ما تقول المؤشرات دعم الجبهات المشتعلة في قيفة والزاهر والزوب ونعمان خلال الأيام القادمة بالعتاد العسكري والإسناد الجوي سيحدد ما إذا كان التحالف قرر تحرير هذه المحافظة التي تشكل قلب اليمن الجغرافي فهي محافظة تحدها ثمان محافظات وتحريرها سيفتح الطريق أمام جبهات أخرى ويحقق انتصارات استراتيجية للشرعية البيضاء أول المدن اجتياحا من قبل الإماميين وأول المدن مقاومة لهم فالتاريخ لا يحمل للانقلابيين ذكرى طيبة من تلك الديار فماذا سيحمل لهم الحاضر بعد كل هذه التضحيات تحريرها! تحريرها! اشتركوا في القناة